اهلا بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية في بداية هذه الحلقة احب ان اتأمل معك في اخر ايتين من مضمور اربعة اية سبعة و اية تمانية الايتين دول كل اية بتقول ان الرب بيدي المؤمن حاجة سمينة جدا في الاية رقم سبعة رب بيدي المؤمن الصرور السعادة لو ليك علاقة حقيقية مع الرب يسوع بتحب الرب بتعيش معاه النتيجة انك تعيش مصرور النتيجة انك تعيش سعيد دي اية رقم سبعة اية رقم تمانية بتقول كمان ان الرب بيدي حاجة تانية سمينة بيدي السعادة و بيدي ايه الطمأنينة يبقى اية سبعة بتقول لنا ان الرب بيدينا سرور سعادة اية تمانية بتقول لنا ان الرب بيدينا طمأنينة طمأنينة دي حاجة مهمة جدا 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 في اية في سفر اشعياء الرب بيقول فيها بالهدوء والطمأنينة تكون قوتك يعني عشان تبقى قوي كدا بتنتصر في عملك قوي ضد المرض قوي ضد الحزن قوي ضد الهم مهم ان يبقى عندك طمأنينة الرب بيقول كده بالهدوء والطمأنينة تكون قوتك اية سبعة بتقول ايه بقى بتقول داود بيقول الرب جعلت سرورا في قلبي يعني الرب حط في قلب داود سرور اعظم اعظم نحط خط تحت كلمة اعظم اعظم من سرورهم اذ كسرت حنتتهم وخمرهم يعني اللي عندهم حنتة كتير يعني امح كتير واللي عندهم عنب كتير دول بيبقوا مصروريا عشان غناي بس الرب بيخليني مصرور سرور اعظم من السرور بتاعهم ليه لان السرور بتاعهم مؤقت اقراء اللي قاله اساف سرور الناس الاغنياء البعاد عن الرب سرور مؤقت الرب بيديني سرور بيزيد كل يوم طالما انا عايش معاه عشان كده سروري اعظم من سرورهم سرورهم مؤقت انا سروري السرور الاعظم لانه سرور مش بيقل مش سعادة بتقل ده سعادة بتزيد كل يوم عزيزي المشاهد لو ليك علاقة حقيقة بالرب يسوع قل كده باسم الرب يسوع لن تنقص سعادتي لن ينقص سروري باسم الرب يسوع بكرة هبأ اكثر سعادة من الان الرب بيضمن لي بكرة ده اية رقم سبعة اية تمانية بقى لعن الطمأنينة بيقول كده بسلامة داود بيقول اتجع بل ايضا انام عزيزي المشاهد لو عندك مشاكل في النوم باسم الرب يسوع تنال الان شفاء بس تعال للرب الرب قادر ان يعطيك النوم والخالي من ما هو مزعج باسم الرب يسوع شفاء لنومك من كل الاء ومن كل انزعاج ومن كل احلام مخيفة بسلامة الطاجع بل ايضا انام لانك انت يا رب شوف داود بيقول له ايه منفردا يعني انت العملت ده محدش تاني انت منفرد يعني انت مش حد تاني معاك في طمأنينة ايه تسكنني يعني تخليني اسكن يعني اسكن في بيت في طمأنينة ما باش ساقع قاعد كده جوه البيت وخايف ان فيه ناس تهجم على البيت او فيه حرامية وننايم تفتح البيت او ارواح شريرة تيجي وتعمل مشاكل في البيت لا رب بيدي طمأنينة باسم الرب يسوع تكون مساكننا مساكن فيها طمأنينة وتكون قلوبنا قلوب مليانة سرور وسعادة اوعى تكون بعيدة عن الرب اوعى اوعى الخطيئة تاخدك بعيدة عن الرب مش هتبها سعيد ابدا وهتفقد الطمأنينة وتعيش في خوف والكتاب بيقول ان الخوف يعزب اما الخوف ده بسبب الابتعاد عن الرب فله عذاب باسم الرب يسوع اي واحد بيسمعني والخطيئة شدته بعيد عن الرب يقول للرب اجزبني اجزبني من الحل الوحشة اللي انا فيها انا اريد يا رب انا اتمتع اقول للرب كده انا اريد انا اتمتع بسرورك واريد انا تمتع بتمؤنينتك عزيزي المشاهد تعالى معي الان الى سفر الرؤية بنكمل التأمل في المجموعة رقم ثلاثة التي سوف تملك مع الرب الالف سنة نفكر نفسنا من المجموعة الاولى مؤمنين العهد القديم من المجموعة التانية المسيحيين مؤمنين العهد الجديد من المجموعة التالتة المؤمنين اليهود اللي ماتوا او اللي هيموتوا في نصف الاسبوع الاول النصف الاول من الاسبوع الاخير والاسبوع الاخير ده زي ما عرفنا في دراستنا لدنيال دنيال تسعة عبارة عن اسبوع سنين سبع سنين مش سبع ايام نص الاولاني المؤمنين اللي ماتوا خلال النص الاولاني دول دول المجموعة التالتة المجموعة الرابعة المؤمنين اللي ماتوا او هيموتوا يعني خلال الضيقة العظيمة لها النص التالي من الاسبوع اللي هو سبع سنين يعني ثلاث سنين ونص التانية احنا بنتأمل في شخصيات المجموعة رقم 3 اللي هي هتعيش في النصف الاول من الاسبوع الاخير اللي هو الاسبوع ده عبارة كم سنة بحسب دانيال 9 اللي هو 7 سنين نصه 3 سنين ونص وقلنا في الحلاء اللي فاتت ان الاسبوع ده دانيال آسف يحن شافه في صفر رؤية من خلال فرص 2 3 4 خلال 4 احصنة شاف 4 احصنة بتعبر عن ما سيحدث في 3 سنين ونص دول حصان الاولاني لونه ابيض التاني لونه احمر التالت لونه اسود الاخير لونه اخضر باهت كده يعني اخضر مسفر لون حاجة باهتة فاربع احصنة بيمثله الاحداث اللي هتقع في 3 سنين ونص واحنا نفكر نفسنا ان السبع سنين دول عبارة عن وقت الرب هيجي بغضبه هيجي بغضبه على العالم غضبه النهائي على العالم في السبع السنين ولسيما غضبه على الشعب اليهودي وبيتقسمه ثلاث سنين ونص ثلاث سنين ونص الثلاث سنين ونص الاولى الرب قال عنهم مبتدأ الاوجاع الثلاث سنين ونص التانيين الرب قال عنهم انهم الضيقة اه 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 من خلال صف الرؤية هم الضيقة العظيمة عندنا اه 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 اربع احصنة شافهم يوحنم يمثلوا الفترة دي يعني الناس دي عاشت في ظروف شكلائي اللي هي المجموعة رقم ثلاثة او هتعيش لو انا عايزة ببقى دقيق في اله اللي ده لسه في المستقبل هتعيش في ظروف شكلائي هنعرف من رؤية ستة قلنا في الحلقة اللي فاتت ان الاربع احصنة دي مرتبطة باربع حيوانات بس انا قلتلك الحيوانات دي ترجمة غلط او مش دقيقة الترجمة الصح اربع كائنات او اربع مخلوقات حية اربع حاجات ايه حية كلمة حية دي مهمة ايه الاربع دول دول اه 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 كائنات حية ما هماش ملايكة لكن لهم طبيعة زي طبيعة الملائكة بيسبحوا الرب حوالين العرش وبيطيروا بستة اجنحة و اه كل واحد من الكائنات الحية دي مختلفة عن الاخر في الشكل صحيح بيتشبهوا في انهم كلهم لهم اربع اجنحة انما واحد يقولك اه هنا في اية سبعة رؤية اربعة اية سبعة يقولك الكائن الحي الاول شبه اسد الكائن التاني شبه عجل الكائن التالي لو وكي مس وكي انسان الكائن الحي الرابع شبه نسر ودول مربطين بي يعني عشان نفهم الحصنة دي الحصنة دي احنا قلنا دي ضرابات قاضية على على الارض جاية من الرب وقلتلك في الحلقة اللي فاتت انك انت لو اري سفر ايوب اصحاح تسعة وتلاتين تعرف ان الحصن بيتكلم عن كده في الكتاب المقادل بيتكلم عن الحاجة التي لا تقاوى رمز الحاجة التي لا تقاوى مش ارارك كل اللي تقال في سفر ايوب اكتفي بس باية توضح اللي انا بقوله ان الحصن بيرمز انه يعني ضربات الرب ممثلة باحصنة يبقى الاحصنة دي حاجة ما فيش حد يقدر يقوم هذه الضربات الضربات اللي يجي بها الرب غضب على خطايا العالم وغضبه اساسا على خطايا الشعب اليهودي هنا بيقول ايه على الحصان على الفرس اية اتنين وعشرين ايوب تسعة وثلاتين يضحك على الخوف لا يرتاع ولا يرجع عن السيف يعني لما توجهه لسيف برضو ما يهمهوش ايه اه فهو يعبر عن الحاجة اللي جاية جاية يعني الحصان فاحنا عندنا اربع احصنة مرتبطة بايه بالاربع كائنات الحية نفهم تقول لي جبت منين هذا الارتباط الكائنات الحية دي في رؤية اربعة والاحصنة الاربعة في رؤية الاصحاح السادس جبتنا ان الكتاب بيقول كده نقرأ مع بعض لما فتح الخروف شرحنا ان الخروف ده احد القابل رب يسوع عندنا سبع اختام الرب هيفتح كل ختم كل ما يفتح الختم كل ختم بتفتح بي يحنى بتشوف حاجة عن التلات سنين ونص الاولى اللي هيعيشوا فيها خلالها المؤمنين اللي هيملكوا مع الرب من المجموعة لقم ثلاثة المجموعة لقم ثلاثة سمعت واحدا من الاربعة ايه الكائنات الحية اول ما الرب فتح الخط سمعت واحدا يبقى هو سمع ايه هنا الحيوان الاول اللي هو ايه شبه اسد قائلا كصوت رعد اسد بقى صوته يبقى صوت رعد بيقول ايه هالمة هنا طرف العربي هالمة وانظر لكن الترجمة الاداق هالمة هالمة بس لان ده النسخ الاصلية يعني فيها كلمة هالمة ما فيش كلمة وانظر فالاسد شبه الاسد ده اللي هو الكائن الحي ده او المخلوق الحي ده اللي ليه اربع اجنحة اللي ما هواش انسان ولا هو ملاك ده عمل صوت وقال هالمة اول ما عمل الصوت ده يوحن بس يقول فنظرت واذا ايه بقى اول حصان واذا فرص ابيض واجالس عليه ادل ارتباط يبقى فيه ارتباط هنا بين الكائن الحي الاول اللي هو شكله شبه اسد والحصان واذا فرص ابيض واجالس عليه معاه قوس وقد اعطي اكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب في بعض الناس تقول خرج غالبا ولكي يغلب دي بتتكلم عن الرب يسوع لكن لما تربط لما ترى الصحاح حصان الاول امتداده التاني امتداده التالت امتداده الرابع واضح من التلاتة اللي بعدين ندي ضرباط على الارض الاولان ده ضربة على الارض مش الرب يسوع الحديث هنا مش عن الرب يسوع واحد هيقول لي بس الرب يسوع في رؤية 19 راكب فرص ابيض اقول لك ابيض في اختلاف يعني الرب يسوع وراكب فرص ابيض في رؤية 19 عنده سيف طلع من الفم هنا ما عندوش سيف عنده قوس يقول لك كده والجالس عليه معه قوس وبعدين وقد اعطي اكليلا بينما الرب في رؤية 19 مش اكليل على راسه تجان مش اكليل واحد تجان كثيرة وفي فرق بين الاكليل والتجان تجان ده لبس الملوك الحاجة اللي بحطوها الملوك اما الاكليل ده فكان يدوه كلمة اليونانية توضح كده يعني في الكلمة اليونانية المستخدمة هنا غير الكلمة اليونانية المستخدمة هنا ده اكليل ده حاجة ياخدوها الناس اللي بيوصلوا مثلا ياخدوا الجايزة في الاولمبيات ولا يحطوا لهم حاجات على رأسهم كده احيانا لان ده اللي زمان كان بيحصل ان لما شخص يغلب في سباق الجري ياخد اكليل علامة الفوز انه غلب انه فاز نعم الرب يسوع التجان بتاعته انه ملك ملك الملوك وتجان كثيرة ورب الارباب ففيه فرق اذا ما تخلط شبا اذا الاية دي مش عن الرب يسوع دي عن ضربة جاية على العالم ولا سيما الشعب اليهودي خلال التلت سنين ونص الاولى حيوان اللي هو قلنا ترجمة غلط اللي هو الكائن الحي شبه الاسد ده عمل صوت وقال هالأمة فاللي اللي جه يقولك فرس ابيض والجالس عليه معه قوس الكائنات الاربعة الحية حلو ان احنا ندرس مع بعض وانحنا مندرس اصحة حشرين حاجات في سفر الرؤية الكائنات الاربعة دي بتعبر عن امور في الرب يعني زي بالظبط اللي بنقل عن الكاروبيم اللي ليه اربع وشوش فيه حسقيال الاصحة الاول فالوشوش دي الحيوانات دي بتمثل حاجات في الرب يعني ايه يعني الرب الحيوان الاول شبه اسد الاسد بتكلم عن القوة والملك لان الاسد ملك الغابة ملك الحيوانات فالرب يسوع ملك الملوك وقوي يبقى دا الكائن الاول الحي الكائنات الحية دي الكائن الاول بتكلم عن الرب انه الاسد انه القوي انه لا يقهر طيب الحيوان الاول هنا قال هلم طلع ايه بقى نظرت واذا فرس ابيض واللون الابيض بيتكلم عن في الحتة دي اما السلام واما الانتصار في اية في سفر القضاء لو قرأتها تعرف ان اللون الابيض بيتكلم عن الانتصار والالوان البيضاء بتتكلم عن دايما السلام الاعلام البيضاء فنظرت واذا فرس ابيض وجالس عليه معاه قوس القوس مفوش يعني ماس القوس كده القوس مفوش ايه مفوش ولا سهم يبقى معناه انه بيخوف بيخوف بالقوس بيخوف ونتيجة الخوف ده بيفرض سلامه على العالم بيفرض السلام على العالم طبعا لما تربط ده مع اللي تقال في سفر دانيال تعرف على طول ان احنا بنتكلم عن الوحش عن ضد المسيح ان ده هيجي هيجي الاول انه ايه غلبان يبان في الاول انه غلبان يضحك عن الناس شفنا في دانيال رمزه قرن صغير بدأ قرن صغير انما بالحيلة والمكر والدهاء الكتاب قال عنه كده في سفر دانيال انه بيشتغل بالمكر يبتدي بقى ايه يكبر الحد ما يملك على الاتحاد الاوروبي لا يبقى في ذلك الوقت من عشر بلاد طبعا شرحنا كل ده بالتفاصيل ويتعلمنا منها دروس كتير قبل كده في حلقات سابقة مش عيد التفاصيل لما اقول ان الفرس الابيض ده بيتكلم عن الوحش ضد المسيح الحاكم الروماني اللي هيبدأ بانه الناس تجد فيه امل لانه هتبقى البلاد ساعتها في حالة سيئة مادية وتبقى متطلعة الى شخص حل كل مشاكلها الاقتصادية ويعمل سلام فهو ده فرس ابيض اتجالس عليه معا قوز بيهدد وقد اعطي اكليلا يعني ده الرب بقى سايبه سايب اكليل هنا عشان ينتصر وخرج غالبا لانه كبر ولكي يغلب ده اول ضربة اول ضربة انها يحكم العالم الشخص ده الخادع اللي هو فرس ابيض يعني شكله زي شكل الرب لكن لا في فرق زي ما قلتلك الرب ملك حقيقي يدي سلام حقيقي ده ضد المسيح يدي سلام زائف والناس اللي هتعيش في الوقت ده انا قلت هيبه فيه نحضة وص بعض اليهود هيقروا ويدرسوا ويعرفوا ان الرب جاي وهيعملوا بشارة في العالم اسمها بشارة البلكوت هيقولوا ان الرب يسوع جاي وسيبلك مين هيقفلهم ده ليه لان ده عايز يبه حاكم العالم هيعانوا منه برغم انه كلامه هيبهر الناس وهيبه عنده محطات تلفزيونية وكتير وتنقل اخبار وشرحنا كل ده بس دي الضربة الاولى اللي جاي على الارض تقول لي طب ايه علاقتها بالحيوان الاول او الكائن الحي الاول في علاقة انه لما ارفض احنا قلنا الكائن الاول ده بتكلم عن ايه ان الرب هو الاسد ان الرب هو الملك القوي لما ارفض الرب ما اليهود رفضوا الرب رفضوا ان يملك عليهم ايه النتيجة هيملك علي الوحش وهيخدعني بوعوده الزائفة ويخدعني ويقول لي انا قوي وانا 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 ومقدرش يحميني من اي حاجة عزيزي المشاهد دي الرسالة اذا رفضت الرب يسوع انه يملك على حياتك اللي هو الكائن الاول ده ده ايه شكله ايه شبه اسد ده الكائن الحي ده بيتكلم عن الرب يسوع انه ملك لما الياهود رفضوا الرب يسوع انه ملك مين هيملك عليهم الوحش اللي هو هنا شكله خادع اللي هو جاي في الاول كده ما هو وصل بالطريقة دي زي ما بيقول سفر دانيال هيوصل للحكم بالطريقة دي وهيخدع اليهود وهيدخلهم معاه في معاهدة وبعدين بعد ثلاث سنين ونص ينقض المعاهدة هيدحك عليهم انما المؤمنين بقى اللي هيملك مع الرب في الوقت ده الرب هيحميهم من الانخداع عزيزي المشاهد في رسالة عظيمة لنا في هذه الحالة واحد لازم لازم عمليا يبالرب والملك علينا لكي لا يملك علينا امور خدع باسم الرب يسوع اتنين باسم الرب يسوع زي ما دول اللي هيملك مع الرب لم ينخدعوا باسم الرب يسوع بنعلن ايماننا اننا ايضا لن يستطيع ابليس ان يخدعنا وهكمل معاك في الحلقة القادمة الرب معك الى كل احبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب ثقف الدم هدية مجانية من خدمة انهار الحياة عند تلقي مرسلاتكم هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج او بأي استفسارات او طلبات خاصة نصلي معكم من اجلها رسلونا بريدا بريدا صوتيا او رسالة اسمس على 012 2 500 77 88 واخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة انهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org الرب معكم والى لقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية